السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة مع حلقة جديدة من حلقاتكم في برنامج في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية مع مادة محاسبة الضرائب وبرضو إحنا إن شاء الله بنكامل شرح للطلبة اللي ما فهمش أو ربنا يعني ما عارفوش يعدوا مرحلة الدور الأول أو جابوا حاجة في الدور الثاني ملحق طيب إحنا دلوقتي بنحاول إن شاء الله نرجع لكم مراجعة شاملة على المحاسبة عشان ربنا يوفقكم وندملكم النجاح والتفوق إحنا بنكمل الجزء من حلقة التانية من محاسبة الضرائب مع المراجعة العامة على محاسبة الضرائب ويالي تتابعونا دايما على قناة مصر التعليمية في برنامج في بيتنا مدرسة على اليوتيوب طبعا اعملوا كده بحث على قناة مصر التعليمية هتلاقوا إن شاء الله كل حلقاتنا موجودة والحلقات السابقة على محاسبة الضرائب وبنتمنى لكم التوفيق ونجاح إن شاء الله دايما في مادة محاسبة الضرائب اللي أنا قلت قبل كده إحنا بتعتمد أساسا على موضوع الفهم عشان خاطر تبدأ تنمي أفكارك وتحاول تبدأ تبتكر وتحاول تكون فعال أو تحاول تكون شخص متميز في مادة المحاسبة عشان خاطر كده إحنا بنقول لكم تحاولوا تمرنوا قديكم شوية بتحل تمرين تبدأ تحل امتحانات تبدأ تحل أسئل كتاب المدرسة إن شاء الله الامتحان جاي مبسط وسهل وبإذن الله ما يكونش فيه أي عقبات وإحنا بنقول برضو عشان خاطر إخواتي الزملاء أو إذا كان أبناء الطلاب والطالبات إحنا بنقول المحاسبة تعتمد أساسا على الفهم بنسبة كبيرة فياريتني مرة نتطلب باستمرار على موضوع الحاجات اللي ممكن فيكون فيها أفكار إحنا مش لازم نجيب التمرين كله حاجات مباشرة أو سهلة إحنا عايزين نفرق ما بين طالب متميز عايز جيد درجة كاملة وطالب برضو يعني مش بيذاكر مش هقول مش متميز مش بيذاكر إيه أو مش مهتم شوي بالمذاكرة فطبعا بيفرق في موضوع المحاسبة في أن أنا أحل أو أطبق على الحاجات كتير وباستمرار هتلاقي نفسك جبت نتيجة فيها كويسة إحنا قلنا تاني في الحلقة اللي فاتت شرحنا ثلاث أنواع من الضرائب الضريبة الأولى هي ضريبة المرتبات ثم ضريبة النشاط التجاري والصناعي وبعد كده ضريبة المهن الحرة أو المهن غير التجارية طيب إحنا لوقتي خدنا ثلاث أسئلة من ضمن الستة اللي إحنا قلنا عليهم من ضمن الضريبة الرابعة والمهمة جدا اللي إحنا نهارده إن شاء الله هنتكلم في حلقتنا عن ثلاث أنواع من الضرائب أول ضريبة عندي الضريبة الأولانية اسمها ضريبة أو الضريبة العقارية ثم ضريبة القيمة المضافة ثم ضريبة الأشخاص الاعتبارية اللي هي لها اسم طبعا ضريبة النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الاعتبارية عشان تفرق في اللفظ ما بين الكلمة وما بين اللفظ بتاع السؤال عشان خاطر ما تتلخفنش شكل الامتحان أسئلة متنوعة وفيه بيبقى السؤال متطور سواء جالك في صحة وغلط جالك في اختار جالك أكمل طبعا دي كلها أسئلة ممكن أنت بتنمي فكر الطالب ويحاول يكون مركز على كل كلمة بتتقله احنا قلنا عادة المحاسبة بيكون فيها أجزاء كده محتاجة برضو فهم شوية احنا بنو عليها نقطة بسيطة بس مهمة بالنسبة للطالب عشان يستفاد ويطلع بناتج مهم جدا بعد ما يخلص الدبلوم ان شاء الله اللي احنا طبعا بنتمنى لكم تكون كل واحد منكم في كلية تجارة في كلية تربية في مكانة كويسة عشان خاطر ان شاء الله نفخر بكم دايما طيب هناخد الوقت السؤال التالت اللي هو الضريبة العقرية ونبدأ نشتح الضريبة العقرية جزء وجزء والافكار اللي ممكن تيجي فيها وبرضو لو تطرقنا لبعض النقاط في المحاسبة هنبدأ نقشها مع بعض النهاردة بإذن الله الاول الضريبة العقرية بتتكلم على الجزء الاولى ان انا اقول عديد الوقتي التمرين بيجي ازاي طبعا الضريبة العقرية بتتكلم على او مفهوم بتاعها ضريبة على دخل اشخاص الطبيعين على اراضات الوحدات المفروشة واراضات الوحدات المؤجرة وفقا لاحكام القانون يطلق عليه الايجار الجديد احنا دلوقتي عندنا دخلنا من مرحلة اننا تكون عندي عمارة او ارض وبيعها دلوقتي انا في حالة ان الضريبة العقرية تفرض على الاراضات الوحدات السكنية المفروشة او الايجار الجديد عندنا نوعين اتنين بس اما ايجار مفروش او ايجار جديد طيب حاقي بيوضح حاجة مهمة جدا دلوقتي انتو عشان تفرقوا في التامن تنميل بقى صغير جدا وليه طريقة حل غير اللي فاتت با احنا قدنا التانية اسمها ضريبة اراضات النشاط التجاري والصناعي دي اسمها ضريبة السروة او ضريبة اراضات السروة العقرية ودي تفرض على حاجتين الايجار المفروش او الايجار الجديد مع ملاحظة ان الاجار الاخضع دي با بيسوي ايه القيمة الايجارية اللي تدفعها في الشهر فعدد الطابق فعدد الشهور في خمسين ws العالمية الطابق الذي يسكنه الممول واسرته يعفى من الضريبة طابق واحد يعني انا عايز اقول دلوقتي الطابق اللي بيسكنه الممول واسرته يعفى من الضريبة طابق واحد فقط تمام يعني انا مليش دعمة لو انت عندك عمره عشر طوابق انا باعفيلك طابق واحد بس مش أكتر من كله مدة الإيجار الفعلي بالشهور تبقى دائما بالشهور إذا لم تحدد بداية الإيجار تعتبر من بداية العام 12 شهر يخضع سكن أخو الممول أو والدة أو زوجته الثانية إلى إرادة الخاضعة للضريبة إذا كان يسكن طابق آخر غير طابق المال وهنشوفها في التمرين دلوقتي تعالي شوفوا في التمرين بسيط جدا ومش محتاج أي حاجة تمتلك ملك الشريف عمارة مكونة من 8 طوابق العمارة 8 طوابق تسكن وأسرطها طابق منها وتؤجر 3 طوابق إيجار جديد بـ 1500 شهرية من بداية العام والباقي مؤجر مفروش بص طريقة الحل سهلة جدا أول حاجة تبدأ تقوله إيه 8 طوابق يستبعد منها 1 طوابق سكن شخصي فقط مهما كان تصرف الممول عندنا العمارة 8 طوابق ركز معي في اللي أقوله 8 طوابق هو واخد سكن واحد منها ملناش دعوه بقى واخد 2 واخد 3 أنا بديله أو بعفيله طوابق واحد فقط عدد طوابق المؤجر إيجار جديد هو اللي 3 طيب إحنا عندنا 8 فكس بقى في العدد 8 هو هو سكن في طوابق يتبقى 7 والإيجار الجديد 3 هيبقى المفروش كام؟ طريقة سهلة جدا عدد طوابق المؤجر مفروش 7 طوابق اللي هم اتبقوا بعد الثمانية ما خدت منها واحد الممول عناقس الثلاث طوابق إيجار جديد هاتبقى 4 طوابق إيجار مفروش طريقة سهلة جدا وطريقة الحل بتبقى مبسطة جدا طبعا هو جاء في التمرين بتاع امتحان التيرمي الأولاني احساب الضريبة المستحقة على الممول يعني يعتبر احنا رعينا الطلبة في موضوع النموذج في النقطة دي ان انت ممكن تجيبها في التمرين انا بفكر بس بقولك ان انت ايه المحاسبة ممكن تتنوع مع انها ما جاتش في التمرين قبل كده بس سنة سهلة جدا نرقم اللي يطلع لـ 75 ألف ده زي ما تعودنا هقسموا الشرايح واحسبوا الضريبة عادي جدا تعالى بس نرجع لتمريننا الأول بعد كده نقولها نحلز زي الاراضي الخاضع بيساوي واحد القيمة الإجارية اتنين في عدد الطوابق تلاتة في الشهور اربعة في خمسين في المائة والشهور لو ما حدداش تبقى 12 شهر تعالى شوف الإجار الجديد الأول الإجار الجديد تلت طوابق بياخد كم في إجار جديد 1500 يبقى 1500 في تلت طوابق فيما جاء لي من البلاد العام يبقى 12 شهر خمسين في المائة دي سابتة ما تتغيرش معايا هيبقى الناتجة عندي 27 ألف الإجار المفروش بيدفع 2000 جنيه في كم طوابق في أربعة أربعة طوابق في 12 في خمسين في المائة هيديني 48 ألف جنيه أجمع 27 و 48 يبقى 75 ألف جنيه ده الجزء بتاعي بتاعي الإيراد أو التمرين كده خلص علي مصطفى يمتلك عمارة سكنية مكونة من عشر طوابق يسكن ممول طوابق منها الممول ليه طوابق واحد بس وأخوه طوابق آخر ما فيش مشكلة ويأجر أربع طوابق إيجار جديد بمبلغ ألف جنيه من بداية الشهر والباقي مفروش بس من أول يوليو طيب تعالى بقى أول حاجة احنا بنعملها العشر طوابق يستبعد منها واحد طوابق سكن شخصي للممول بص بقى عدد طوابق المؤجر إيجار جديد أربعة تمام بص بقى هو مؤجر طوابق واخد في طوابق ساكن فيه أخوه أخي طوابق تاني بص ولا أكنك شايفه أو يهمل أو حضرتك تاخده تحطه على الباقي هما دلوقتي مش عندنا عشر طوابق خدنا طوابق هيتبقى تسعة هيتبقى كم طوابق واليجار الجديد أربعة هيتبقى خمس طوابق هما المفروض المفروض إنهم أربعة مفروش وفيه ساكن أخوه طوابق فيعتبر خمسة فإحنا بنوجه عشان ما نوجهش دماغنا فبناخد الأربعة طوابق دول نشيلهم من التسعة لهم العشر نقص الطوابق هيتبقى لي عندي خمس طوابق الساكن الخاص بأخو الممول يحسب من ضمن المفروش اللي هو الباقي طيب أنا وضحتاه في الإيه في الجزء ده الإرادة الخاضع القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في الشهور في خمسين عالمية إرادة طوابق إيجار جديد ألف فاربع طوابق في اتناشر في خمسين عالمية يدين أربعة وعشرين ألف إرادة طوابق مفروشة طبعا إرادة الإيجار الجديد ألف فاربع طوابق في اتناشر في خمسين عالمية هيدينا أربعة وعشرين ألف جنيه أما إرادة طوابق المفروش طبعا إحنا هلقول دلوقتي الإيجار الجديده طالع بكام بألف وهم كم طابق أربع طابق تمام في 12 شهر طالما ما حدد ليش المدة في 50 على 100 بـ 24 ألف أما إيجار الطابق المفروش ألفين جنيه في خمس طابق قدل خمس طابق البقائين في ستة شهر اللي بقى بصوا بقى ركز معي بدأ من أول يوليو يوليو ده شهر سبعة راجل بدأ يأجر الإيجار المفروش من شهر سبعة طيب أنا دلوقتي راجل ما أجر شقة أجرتها من أول سبعة تمام أنا دلوقتي راجل ما أجر الشقة أجرتها من أول سبعة طيب يبقى أنا عايزة حسبك لحد آخر السنة أشوف أجرت كم شهر أجرت شهر يوليو سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر يبقى المدة عندي ستة شهور لو ما جابلكش في التمرين بدأ يأجر من يوم كام اعتبارها اتناشر شهر لو جاء قالك إنه بدأ يأجرها من أول يوليو واحد تلاتة واحد خمسة واحد سبعة تعدي من أول الشهر ده لحد شهر اتناشر أخر السنة يعني أنا قلت لك أجروا أول سبتمبر يبقى أجر سبتمبر تسعة عشر حداشر اتناشر يبقى المدة كم شهر؟ سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يبقى كده أربع شهور يبقى المدة لو ما حددهاش أو هو بدأ يجبها لك في التمرين من بداية السنة من بداية أول شهر كذا لو هو جاب لك من بداية شهر طبعا حضرك لازم المفروض تكون حافظ الشهور بقى ساميها يناير فبراير لحد إيه ديسمبر لازم تكون دي حاجة مهمة دي حاجات المفروض عارفينها من وإحنا صغيرين جدا يعني عشان خاطر في بعض البنات أو بعض الطلبة يجي يقولي أنا مش عارف شهر يوليو ده شهر إيه يوليو، يوليو، أغسطس، ستمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر بقى كده ست شهور أحسب على ست شهور والمدة هنشوفها تطلع كم معنا دلوقتي طيب جالة دلوقتي قال لي المبلغ عندي الالفين في خمسة في ست شهور في خمسين عالمية تلاتين ألف يبقى المجموع كله أربعة وخمسين ألف جنيه طب خلص التامنين كده الجزء الأولاني الضريبة التانية عايز أقولها ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ديمة الضريبة المهمة جدا جدا هي الضريبة السابق تحملها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خضع للضريبة وتحقق العدالة الاجتماعية وحصل الحكومة على موارد مالية حقيقية والحد من السهلاك دي طبعا دي كلها أهدافها والضريبة على القيمة المضافة مخرجات المرحلة أي المبيعات ناقص قيمة المدخلات تلك المرحلة أي المشترات طيب ضريبة القيمة المضافة تمام قبل ما هبدأها تركز معي في نقطتين قيمة مضافة دي ضريبة مستحدثة كانت عشان كده بقول الضريب فيها تغييرات كتير يعني كانت من حوالي ثلاث سنين ضريبة اسمها ضريبة المبيعات دلوقتي غيرناها حسب استحداث الدولة لبعض القوانين وبعض الضريب الجديدة فأنا بسير الموضوع ده ولازم أغير ولازم أعودك أو أعود الطالب يعرف كل جديد في الضريب بيحصل إيه يعني نحن بنااخد دلوقتي حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة قلت من ثلاث سنين كان اسمها ضريبة المبيعات فهنا دلوقتي لو خدنا ضريبة القيمة المضافة ضريبة جديدة أنشأتها الدولة وهي تفرض على السلع من المنبع ويتحملها المستهلك طبعا في الآخر بتحملها المستهلك لكن هي تفرض من المنبع عندنا في ضريبة القيمة المضافة لها أكتر من جزء وأكتر من شكل بس المهمة عندنا وإن شاء الله اللي بيجي في الامتحان باستمرار اللي هو الجزء الخاص بإيه ضريبة القيمة المضافة في الأول على السلع والمنتج اللي هو النسبة 14% بتاعتها بالطرقتين اللي أنا هشرحهم أو ملخص إعداد الضريبة طيب في ضريبة القيمة المضافة في الدرس الأول اللي أنا هشرحه دلوقتي لازم تعرف عندي ان الضريبة تمر باربع مراحل اما منتج جملة منتج سلعة في الاول ثم منتج السلعة ده بيباعها لتاجر جملة وتاجر الجملة ثم بيباعها لتاجر تجزئة وتاجر تجزئة بيباعها للمستهلك النهائي يبقى يمر المنتج باربع مراحل مصنع او منتج اتنين تاجر جملة تلاتة تاجر تجزئة اربعة مستهلك نهائي الضريبة دايما في القيمة المضافة 14% طب حد يقول لي برضو أول ما بدأنا نطبقها عندنا في المنهج كانت 13% بعدها بسنة اتغيرت بقت 14% لازم أنا كمدرس أو كطالب أعرف كل التغييرات دي وتابعها عشان ما جيش أحسب بطريقة والناس شغالها بطريقة تانية أنا بمشي على نمط الدولة أو نمط مصلحة الضريبة اللي بتقرروا عشان أبدأ إيه؟ تطبيق الجزء بتاعنا طيب الجزء بقى معنا دا دلوقتي اللي هو مهم جدا على الضريبة على القيمة المضافة ونبدأ نشوف التاملين الأولاني بيتكلم إزاي؟ أو نحل بالطريقة إزاي بتاعت إيه؟ القيمة المضافة طيب التاملين الأول سلعة الماء تحتاج لإنتاجها مواد خام 10.000 يقوم منتج السلعة بيباعها لتاجر الجملة ب12 وتاجر الجملة بيباعها لتاجر التجزئة بكام؟ بعشر طيب بعد كده حساب الضريبة اللي هي موجودة معايا باستخدام نوعين إيه هم النوعين اللي موجودين معايا؟ طيب بصي بقى تاجر الجملة يقوم بتاجر التجزئة بباعها المستهلك إنها بـ 20.000 وبفرض أن سعر الضريبة 14% المطلوب حساب الضريبة باستخدام مقدار الزيادة فقط أو باستخدام فرض الضريبة على سمن السلعة في كل مرحلة مع خصم الضريبة السابق سددها طيب عندنا طريقتين في الحل إما في الامتحان يجيب لك الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية يعني أنا إيه؟ مش شرط إن أنا جيب لك بالطريقتين هي بيجي لك بطريقة واحدة تعالوا بس بصوا طريقة الحل هنشوفها بتتحل إزاي؟ واحد باستخدام الضريبة على مقدار الزيادة فقط بص نعملها لك دلوقتي منتج تاجر جملة تاجر التجزئة مستهلك المنتج كلفته البضاعة 10.000 بقى على تاجر الجملة بـ 12 تاجر الجملة بقى على تاجر التجزئة بـ 15 وتاجر التجزئة بقى على المستهلك النهائي كان بـ 20.000 جميع المنتج 10.000 بص بقى تاخد الرقم بتاع المنتج ده 10.000 تضربه في 14 على مية سابتة إدك 1400 تاجر الجملة ركز بقى في الطريقة الأولانية اللي هي مقدار الزيادة فقط على مقدار الزيادة فقط عشان ما تحلش بأي طريقة منهم وخلاص لازم تركز على الطريقتين هو تاجر الجملة بيباعها بـ 12 وتاجر التجزئة أنتج بـ 10.000 هتطرح الرقمين من بعض 12 نقص 10 هيتبقى لك ألفين هيتبقى لك كام؟ ألفين أمسك الألفين دول أروح ضربهم في 14% يعني بعدما بطرح لـ 12 بنقص 10 بـ 2000 فـ 14% داني 280 تاجر التجزئة بيباعها بـ 15 ركزهو وتاجر الجملة قبله بيباعها بـ 12 أطرح لـ 15 بنقص لـ 12 واضربهم في 14 على مية يعني 3000 فـ 14 يدينا كام؟ 420 المستهلك النهائي بيباعها بـ 20 ألف تمام؟ هذي لـ 20 ألف بتاعته وتجر التجزئة بـ 15 أضربها في 14 على مية يعني 20 نقص 15 بـ 5 فـ 14 على مية داني 700 أنا مغير لك لونها هو 1480 420 700 يتجمعوا دي الجملة بتاعتهم يبقى إجمال الضريبة 28 الطريقة الأولى تعتمد على طرح مبلغ من مبلغ يعني بطرح المبلغ ده من مبلغ اللي قبله تاجر الجملة نقص المنتج تاجر التجزئة نقص تاجر الجملة على المستهلك نقص تاجر التجزئة كل واحد بيطرح من اللي قبله بإحنا عندنا دلوقتي لأربع أجزاء دول يعني لأربع الأجزاء اللي موجودين معنا من منتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة ومستهلك نهائي ده الجزء بتاعنا الطريقة التانية باستخدام سمن السلعة في كل مرحلة طيب سمن السلعة في كل مرحلة النبلغ بتاعنا 10,000 عفواً الأرقام دي خلينا في المنتج 10,000 فـ 14 على مية بـ 1400 تاجر الجملة بيبيع بـ 12 فـ 14 على مية دينا 1680 بص بقى تلاحظ كده هنعمل حاجة في الطريقة دي هنمسك الـ 16,680 أطرحها من 1400 هيديني ضريبة تاجر الجملة يعني بطرح ضريبة من ضريبة تعالي على تاجر التجزئة بـ 15 فـ 14 على مية بـ 2100 همسك الـ 2100 أطرحها من ضريبة تاجر الجملة اللي هي 1680 هيديني 420 والمستهلك النهائي المـ 20,000 فـ 14 على مية بـ 2800 بص تاجر الجملة 10 تاجر التجزئة 15 المستهلك 20 طبعاً والمنتج 10 12 تاجر جملة 15 تاجر التجزئة 20 مستهلك نهائي في 14 على مية في الحالة الأولينية بطرح رقم من رقم في الحالة التانية بطرح ضريبة من ضريبة يعني الناتج يعني الناتج اللي بيطلع بطرحه من الناتج اللي قبله بتاع كلمة الضريبة تخصم الضريبة تخصم الضريبة تخصم الضريبة وبجمعهم هيطلع لي 2800 هيبقى نفس الرقم طيب ده لو جالك في التمرين الجزء الأولاني اللي هو خاص بإيه؟ خاص بيه آه ان انا بحس بالضريبة اما على مقدار الزيادة او على اجمال سمن السلعة طيب لو جالي بقى في الامتحان ضريبة بنوع تاني وده بنسميها ملخص اعداد الضريبة وده برضو كان ليه شكل تاني من سنتين ثلاثة احنا غيرنا طبعا على القيمة المضافة وعملنا له شكل طبعا خاص بكلمة القيمة الخاصة بالقيمة المضافة وليس قيمة المبيعات تمرين برضو مبسط ليه شكلين وممكن برضو عايز اقول انا ممكن انا وعلك في التمرين انا اهم حاجة افهم الفكرة بتاعته جاية ازاي ده طبعا خاص مهم جدا بعملية مدخلات ومخرجات انت لما تيجي تدخل فلوس عندك بالمنشأة دي تعتبر ايه بالنسبة لك مبيعات يعني انا لما بيع بضع يعتبر بالنسبة لي ايه مبيعات تمام والمشتريات المدخلات بتاعتي اللي انت بتشتريها تعتبر يبقى المخرجات والمدخلات اجي اعملها في جدول اسمه ملخص اعداد الضريبة عشان احدد اراد الفلوس اللي جاي اللي من المبيعات ومن المشتريات وبترحهم من بعد وبحسب الضريبة المستحقة على البضاعة المشترى سواء البضاعة عندي سلعة مستوردة او صناعة محلية او انا بصنعها ازاي هشوف الضريبة طب انا عايز بقى افهمك التمرين اصلا بيتكلم عن ايه التمرين بيتكلم عن سلعة انت صنعتها عندك محلية هنا في مصر فبتفرض عليها ضريبة اسمها ضريبة الملتبات اه ضريبة اه آسف ضريبة الايه القيمة المضافة طيب انا ما اجي احسب ضريبة القيمة المضافة بتاعت دي بحسبها على المصنع داخليا طيب عشان اشجعك على التصدير لو انت صنعت سلعة وبعتها برا مصر ما بحسبش عليها ضريبة هفهم من التمرين دلوقتي اللي انا بحله ازاي الجدول بيتعمل تعمل ازاي ملخص اعداد الضريبة عشان نحله بطريقة مبسطة وسهلة وتصديرته جميلة وطريقة حل وسهل للعلم ليه شكلين شكلين اتنين ولازم تركز في الاتنين عشان تعرف تحل بالشكل ده او ده وممكن يتنوع الشكل الاتنين يعملوا مزيج من بعض التمرين واحد يعني انا اخذ لك بعض الافكار وانت تبدأ تحل وتفكر في التمرين ما تحفظوش اعتمد على التفكير اعتمد التمرين ايه المطلوب منك وايه اللي جايبهولك اجيب لك مبيعات اجيب لك مدخلات يعني انا في التمرين اللي اولاني هجيب لك المدخلات والمخرجات واجه اقول لك ايه سلعة الف وبهو جيم جبت لك ثلاث سلعة طبما انا ممكن اجيب لك نفس التمرين على سلعة واحدة او على سلعتين مفيش مشكلة حاول تنوع في الافكار وحاول تركز واسمع الكلام اللي انا هقولك عليه ده مهم جدا عشان ما تخلش في الامتحان انا واخد حاجة استنبى واحدة من كتاب المدرسة وممكن ما يجيش فكرة لا ممكن تيجي فكرة تانية بس على نفس النمط عايو حاول تشغل دماغك شوي طيب تعالي نشوف ملخص اعداد الضريبة والتمرين الاول على ملخص اعداد الضريبة طيب بيقول لي في مالي البيانات الخاصة بدفاتر لإحدى المنتجين والمسجل لدى مصلحة الضريب عن إبريل بلغت جملة مبيعاته خلال الشهر تسعمائة ألف جنيه عن سلعة خاضعة للضريبة ألف وبه وجيم شايف انا جيب لك كم سلعة تلات امتحان ممكن اجيب لك سلعة واحدة او جيب لك سلعتين مش شرط ومرضوات المبيعات بمئة ألف بلغت جملة المشتريات المدخلات يبقى احنا عندنا المبيعات بتاعتنا مخرجات والمشتريات مدخلات ميتين وخمسين ألف سلعة ألف بص بقى هنرجعها دلوقتي وإحنا بنحل التمرين هقول لك هتعرف تفرق ما بينهم إزاي الأول عايزين نعرف الايه المبيعات اللي هي المخرجات بتاعتنا تسعمائة ألف عن سلعة خاضعة للضريبة بسعر 14% ودي المرضوضات ودي المشتريات ثلاثة أنواع سلعة ألف وبيه وجيم طيب المطلوب إعداد منخص الضريبة هنشوف منخص الإعداد الضريبة بيجي ازاي تمام بص بقى أولا المخرجات اللي هي المبيعات المخرجات دي المبيعات بتاعتك اللي انت بعتها خرقتها من شركة بتاعتك إجمال المبيعات قال لك تسعمائة ألف تدرب التسعمائة ألف في نسبة سابتة 14% هتديني 126 ألف تاخد التسعمائة نسيت أقول لك أن ملخص إعداد الضريبة ثلاث خنات بيان قيمة ضريبة بيان قيمة ضريبة قد المبيعات بتاعتك المحلية بتسعمائة ألف حطها في القيمة بعد كده اضربه في 14 على مية هيديك الضريبة بتاعتها في مردودات مبيعات بمئة ألف برضو تضرب في 14% نلاحظنا 14% دي سابت هيديني 14 ألف هحط المئة ألف واضربه في 14 على مية في 14 ألف أطرح المبيعات من مردودات تدينا صف المبيعات قدر خطوة الأولى 800 ألف وهنا مية و12 ألف المدخلات تعالوا بقى ركزوا شوية على كلمة المدخلات دي ركز كده قال لك بلغ جملة المشترات المدخلات خلال الشهر 65 ألف استغنمت في إنتاج السلع ألف منها من باقع غير مسجل ركز معي في الأرقام اكتبها معي 65 ألف استغنمت في إنتاج السلع ألف من باقع غير مسجل اتنين 75 ألف استغنمت في إنتاج السلع به علما بأنها معفاة تلاتة 11 ألف أو 110 ألف استغنمت في إنتاج السلع جيم مشتراء من باقع مسجل منها 45 من غير فواتير 45 من غير ايه فواتير تعالوا بقى بص كده نحلها زي مع بعض احنا عملنا ايه عملنا المبيعات السلع ألف 65 ألف ركز كده المدخلات تنقسم لنوعين قابلة للخصم وغير قابلة للخصم كل ما هو يخضع للضريبة فهو قابل للخصم والذي لا يخضع للضريبة غير قابل للخصم يعني احنا عندنا دلوقتي المبلغ عندنا 65 ألف 65 ألف ناقص 15 من باقع من باقع مسجل يبقى بص بقى عشان بس تركز تركز معي شوية 65 ألف دي منها 15 من باقع غير مسجل هتيجي عندي الغير قابلة للخصم وتقوله سلع ألف من باقع غير مسجل 15 هما مش 65 خدت منهم 15 من باقع غير مسجل يبقى الباقع المسجل اتبقى 50 والباقع نوعين اما مسجل او غير مسجل او توقت ممكن تبيع البضاعة من غير فواتيري احنا عندنا برضو دلوقتي عشان تركز السلع ألف تنقسم لنوعين سلع ألف من باقع مسجل 50 ألف اللي هما اطرحت منهم من 15 اللي هي السلع ألف من باقع غير مسجل خدت الخمسين دول لما تضربهم ف14 على 100 هيطلع 7000 طيب السلع به كلها معفاة من الضريبة اما الخمسطاشر بتاع السلع ألف من باقع غير مسجل لا تخضع للضريبة اي حاجة او اي سلع من باقع غير مسجل او معفاة او بدون فواتير لا تخضع للضريبة تلاقينا انا كده واخد لك قدامها شرطة السلع أجيم او السلع به معفاة من الضريبة كلها 75 المبلغ كله السلع أجيم 110 ألف شين منها 45 من باقع مسجل من باقع غير مسجل طبعا هي 110 ألف وفيه السلع أجيم بدون فواتير 45 اللي بدون فواتير طبعا ما بتخضعش للضريبة يبقى 110 نقص 45 يبقى ل 65 هيبقى 900 9000 كل دول تلعب خمسة او بمئتين وخمسين ألف بص بقى الضريبة جات ازاي شايف رقم لنا كاتب قدامه ألف ده اللي هو صف المبيعات قدامها كلمة الضريبة 112 ألف وشايف رقم لنا كاتب قدامه به اللي هو ايه اجمال المشتريات طالع ب16100 هطرح 112 ألف نال 16100 اذا الضريبة بتاعتي 95 وكام وتسعمائل بص أعزائي الطلبة تركزوا في حاجة مهمة جدا في التمرين ده المبيعات قلت مخرجات تمام والمشتريات مدخلات المبيعات دي مبيعات محلية وهما خطوتين أول حاجة مبيعات رقم اتنين أطرح منها مرضات المبيعات وبتدرر في 14 عالمية بالنسبة المشتريات لازم تركزوا في اللي أنا أقول عليه دلوقت إما تكون قابلة للخص أو غير قابلة للخص إنت تكون قابلة للخص لما بيكون من بيع مسجل وإنت بيكون غير قابلة للخص في ثلاثة حاجات لما بيكون من بيع غير مسجل أو ما بيكون معفى من الضريبة أو من غير فواتير تاني المشتريات تنقسم إلى نوعين قابلة للخص وغير قابلة للإيه عشان تحل التمرين سهل بالنسبة لك ابدأ أفكر فيه طيب أنا عجبتلك دلوقتي في التمرين ده سلعة ألف وبيه وجيب ممكن في الامتحان جيب لك سلعة ألف بس وجيب لك على نفس النمط مبيعات اللي هي المخرجات ومشتريات لها المدخلات وأبدأ أقول لك قابلة للخص من غير قابلة للخص عايز أركز في كلمة المشتريات القابلة للخص من بيع مسجل من بيع مسجل بس والغير قابلة للخص ثلاث حاجات بيع غير مسجل من غير أو بدون ضرائب أو معفى من الضرائب من غير فواتير طيب حالة التانية أو الشكل التاني أصعب سنة بس محتاج منك شوية تركيز عشان طرف تحله على برضو ملخص إعداد الضريبة إحنا كده جبنا فيه إن شاء الله شكلين عشان خاطر تبقى إيه تستفاد وتكون نعمل كل حاجة عن التمارين ودي تمارين مهمة ودائما بتيجي في الامتحان طيب التمارين التاني نشوفه كده مع بعض بيقول إيه على ملخص إعداد الضريبة طيب التمارين اللي التاني منتج صناعي مسجل ده مصلحة الضريبة بص بقى دي كده إيه يعني هو ما جاب ليش الحاجة كده مباشرة يعني هو قال لي إيه بقى بلغت المبيعات بتاعتي الوحدات المنتجة خلال الشهر مبلغ كام ألف عشر تلاف وحدة بيع تمام تمام بيع منها ست تلاف بسعر الوحدة مجنيه وبخصم تجاري عشرة تمام وخصم نقدي 2% إذا تم السداد بينما أصدر اللي خارج تلاف وحدة بسعر مئتين كان قد ورد أنا عايز أمشي معكم خط وخطف في التمرين عشان تعرفوا تحلو بس طريقة الحل أول حاجة ملخص إعداد الضريبة المبيعات المحلية المبيعات تنتقسم هنا في التمرين ده لنوعين مبيعات محلية ومبيعات تصدير المحلية الراجل أنتج عشر تلاف وحدة بس بيع منهم ستة وأنا طبعا عايز اللي تباع ست تلاف وحدة فعشرة يدينا كام يدينا مبلغ معايا ستمائة ألف في خط خصم التجاري عشرة في المية يبقى ستمائة ألف فعشرة في المية بستين ألف بعمل إيه بقى بطرح إجمال المبيعات الستمائة ألف ناقص الستين ألف في خصم تجاري يدينا خمسمية أربعين تمسك الخمسمية أربعين دي عشان تجيبوا الضريبة تضرب الخمسمية أربعين في أربعة عشر على مية تاني المبيعات عندنا ست تلاف وحدة والوحدة بتتباع بمية جنيه يبقى ست تلاف في مية بستمائة ألف في خصم تجاري 10% بامسك المبيعات المحلية 600 ألف أضربها في 10 عالمية هتديني 60 ألف أمسك 600 ألف عشين منها المبلغ الموجود معايا اللي هو بكام بمبلغ موجود معايا كده دلوقتي بقدي إيه بصوا كده 600 ألف نائس 60 ألف هدينا 540 ألف أروح ضريبة في 14 عالمية هتديني 75 ألف و 600 أما المبيعات لا تصدرت للخارج سفر لا تخضع للضريبة 3 ألف وحدة بعتها صدرتها في 200 تشجيعا على التصدير إذا بعت أي حاجة برا مصر ما بحسب لكش عليها ضريبة لأن أنت بتجيب لي عملة صعبة دايما يعني 3 ألف في 200 ب600 ألف أجمع الرقمين دول يبقى أنا بس عايزة أرجع كده التمرين كده بطريقة بسيطة بقلغة الوحدات المنتجة 10 ألف ملناش دعوة اتباع منها 6 ألف بسعر 100 يبقى 6 ألف في 100 في خاصم تجاري كام؟ 10 أمسك 6 ألف في 100 لها ب600 ألف أضربها في 10 خاصم تجاري الخاصم النائدي يهمل إلا إذا تم السادات طبعا هو ما تمش السادات خلال الفترة فما بهمله خالص أكنه ما جاش في التمرين يبقى لو جال في التمرين خاصم نائدي ما ليش دعوة بيه اللي تصدر للخارج 3 ألف وحدة بمئتين هيتطلع لي بكام؟ هيتطلع لي ب600 ألف كان قد ورد الشهر مارس مبعات محلية 3000 بسعر 120 وبخاصم تجاري كام؟ ردة وردة بإقرار شهر مارس طبعا مبعات محلية ردة منها خلال الشهر 500 وحدة طبعا بسعر كام؟ 320 طيب قال لي إيه؟ تم رد خلال الشهر مواد خام من السوء المحلي منها 4000 منتاجر غير مسجل ومنها من غير إيه؟ فواتير تعالوا بقى نبصوا كده على التمرين بتاعنا طيب اتنين بقى قال لي مردودات مبعات ب14% قال لي رد 500 وحدة وسعر الوحدة 120 هيديني 60 ألف وامسك الستين ألف أضرابهم في الخاصم التجاري لركز الخاصم التجاري 5% هيطلع 3000 اروح مسك الستين دي لها قيمة المردودات نقص ال3000 اللي هم قيمة الخاصم التجاري هيطلع 57 ألف أضرابه في 14 علمية أي حاجة في خانة الضريبة بتضريب في 14 علمية أطرح الرقم ده 75600 من 7980 يبقى 67620 قال لك المدخلات عبارة عن قابلة للخاص وانه من باع من تاجر مسجل والغير قابلة للخاص سلعة من تاجر غير مسجل لتخضع ومشتريات بدون فواتير هم كلهم على بعض 200 السلعة من تاجر غير مسجل ب40 ملهاش ضرائب وسلعة بدون فواتير ب60 ملهاش ضرائب 40 و60 كم يا جماعة 100 من 200 يتبقى لي 100 اللي هي من باع مسجل أضرابه في 14 علمية تبقى ب14 ألف أطرح الرقم ده شايفينه ها 67620 نقصة 14 ألف اللي هو المدخلات هيديني 53600 وكام وعشرين وكده كده السؤال التاني معنا في حلقة تانية معكم في محاسبة الضرائب خلصنا ضريبة القيمة المضافة مهمة جدا مع أهم السؤال واللي بيبقى بالنسبة لناس كتير جدا صعب وأنا من وجهة نظري بشوف التمرين سهل جدا والتمرين ده دور الأول جاء على هيئة صحة وغلط عايز تفكير تفكير بطريقة فضيعة جدا وتركز في كل حاجة ويمكن من التمرين المهمة جدا وتويل جدا برضو في الخطوات بتاعته أو في البنود بتاعته ممكن بنوده متعدي بنود كتير جدا بس انت لو ركزت في كل كلمة هتعرف تحلها بسهولة وأنا قلت تاني في الحلقة اللي فاتت أن احنا في المحاسبة بنتعامل مع خطوات التمرين ده إما يجيلك اختار إما يجيلك منه نقطة في أسئلة متطورة إما يجيلك على هيئة تمرين وانت بتعمل الجدول اسمها أشخاص اعتبارية أو ضريبة النشاط التجاري والصناع الأشخاص الاعتبارية وإما يكون لي شكلين برضو هو كلها طريقة الحل واحدة بس هو إما يطبق على الأفراد شركات الأفراد أو شركات الأموال أو شركات التضامن يبقى إحنا دلوقتي عايزة مرانك على كام باندي من البنود الأساسية في التمرين وإيه يضاف وإيه يخصم وبرضو قبل ما أبدأ أحل التمرين لازم أفهمك يعني إيه ضريبة أشخاص اعتبارية ضريبة أشخاص اعتبارية هي ضريبة تفرد إما على شركات الأفراد أو المنشآت أو شركات الأموال الكبيرة طيب دي معناها إيه؟ أنت حضرتك الضريبة اللي خدناها دي كلها تعتبر على أفراد غير القيمة المضافة يعني ضريبة المرتبات لما يكون عندك وركز برضو نقطة مهمة عايزة أقولها في الحلقة لما يكون عندك ضريبة مرتبات إما يجيلك شهرية أو سنوية يعني لو جيت قلت لك في تمرين ضريبة المرتبات بالسنة بتقسم الرقم على 12 ركز لو أنا جيت قلت لك مثلا الضريبة عندي راجل بياخد مرتب شهر ألف كده خلاص التمرين أمشي عليه عادي جدا طب لو قلت لك بياخد مرتب سنة و 12 ألف هقسم من 12 ألف على 12 شهر هيديني ألف جنيه عشان بس إيه؟ بعض الطلبة كانت سألتني على موضوع السنة والشهر ده وعايز برضو أي استفسار معاكم في المحاسبة في تعليقات قناة مصر التعليمية اليوتيوب أي استفسار أنا معاكم تحت أمركم برضو عشان خاطر نجاوب لكم عليها ونتفعل معاكم إن شاء الله طيب أرجع بقى ضريبة الأشخاص الاعتبارية لما يكون عندك ضريبة أشخاص الاعتبارية وعايز تحلها دي معناها إيه؟ دي عبارة عن شركة عايز تدفع الضريب بتاعتها فأنا باجي أقول لك الضريب بتاعتها بتفرض على صاف الربح اللي بتحققه احنا خدنا في أولة أو تانية سانوي تجاري حاجة اسمها قيمة دخل أو إيه؟ حساب أرباح وخسار أو حساب متجرة وأرباح وخسار كنت أنت بتلاحظ إن في حساب أرباح وخسار بيطلع في الآخر حاجة اسمها صاف الربح تمام؟ صاف الربح ده هو اللي أنا باخده من حضرتك وبحسب على الضريبة أنا مأمور الضريب بروح للشركة أقول لها استأذنك عايز أعرف كسيته كام فبيجيب لي حساب أرباح وخسار ويقول لي دي مصرفاتي ودي إراداتي وقادي معاك حضرتك صاف الربح اللي أنا حققته أمس كان صاف الربح المفروض أحسب على الضريبة طيب قبل ما أحسب على صاف الربح ده ضريبة براجع بنود حساب أرباح وخسار بشوف إيه المصرفات اللي صرفها والإرادات اللي إيه اللي حصلها لو كان هو مرتبط بالنسب اللي مقررها مصلحة الضرائب ويعني مثلا هو بيكتب كل حاجة مظبوطة وصرفة وفيه مستنائلات مؤيدة لكده ما فيش مشكلة يبقى أنا هعدل البندي ده وتمام التمام ما فيش مشكلة بالنسبة لك أما أي أخطاء بتؤثر في صاف الربح يعني أنا عايز الممول بالنسبة ليكون صاف الربح كتير ولا قليل طبعا لكل ما قل صاف الربح كل ما الضريبة قلت فطبع أنا هقل صاف الربح إزاي؟ هقلله بخطوتين إما أزود مصرفات أو أقل الإرادات أو لتهم مع بعض فبأزود في مصرفاتي وأقلل في إراداتي بيجي مأمور الضرائب يعمل الكشف اللي أنا عايز أعلمه لكم دلوقتي اللي هو كشف التعديلات وأشوف إيه اللي بيتضاف وإيه اللي بيتخسم عشان خاطر أجيب الربح بتاعه الحقيقي ممكن يكون مأمور الضرائب مدين ربح 200 ألف أنا أطلعه له 400 يبقى أنا الضريبة بدل ما أخدها 20 ألف أخدها 40 ألف يبقى كده مصلحة الضرائب وبيبقى مشكور مأمور الضرائب بيراجع على كل بند من البنود في حاجات بتسمح بيها وحاجات لا يسمح بيها الذي لا يسمح بيه بيتضاف طبعا في الكشف اللي إحنا هنقول عايزكم تركزوا شوية وشوفوا طريقة الحل اللي أنا أحلي بيها أو الطريقة تحلها إزاي عشان تجيب درجة كويسة عليه درجة كبيرة جدا في الامتحان؟ سواء جالك أكمل سواء جالك اختار جالك صح وغلط جالك تمرين عادل مباشر جدا تعالوا نشوف مع بعض كده ضريبة الأشخاص الاعتبارية بيتحل إزاي ونحاول نحل التمرين مع بعض إزاي أول حاجة طيب جزء الأولاني معانا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية يقصد بها أن القانون الضريب أخضع جميع أنواع الشركات على اختلاف أغراضها وأشكالها القانونية للضريبة على أرباح أرباحها وليس الشركة يقصد بالأشخاص الاعتبارية شركات أموال جامعات تعونية هيئات عامة بنوك وشركات وحدات تنشئة وحدات الإدارة المحلية طيب حيث يخضع صف ربح الممول اللي أنا لست شرحه دلوقتي الذي تقدمه الشركة الممول إلى مأمور الضريب ثم يقوم مأمور الضريب بإعداد كشف يسمى كشف التعديلات متضمنا كافة الإيرادات والمصرفات المقدمة من الممول ولكن بعد تعديلها تبقى للقانون عايزة شوف التمرين الأولاني بيتكلم إزاي وإحنا هنحله إزاي بفحص بند المصرفات بقائمة الدخل لشركة عاد الإمام المرفقة بالإقرار عن سنة 2020 تبانى ما قالي بصف ربح قدره 600 ألف يبقى صف ربح بتاعنا دلوقتي قدره 600 ألف قالي التبرعات عبارة عن 50 ألف جنيه طيب تبرعات دي ركزوا بقى وعدوا معايا تبرعات الفقراء الحي تبرعات مدفوعة للجماعية خلية مشهرة تبرعات مستشفى القصر العيني تبرعات مدفوعة لأحد الأحزاب ومهمة جدا النقطة بتاعة التبرعات دي مهمة جدا جدا بالنسبة ركز على التبرعات وفرق ما بين ثلاث حاجات أنا هعمل جدوى العبارة عن ثلاث خانات يضاف يخصم سبب التعديلات أو البيان يضاف يخصم سبب التعديلات التبرعات عندك أنت شركة لو تبرعت هتتبرع لثلاث جهات بس أو هم التلاث حاجات اللي احنا بنعملهم في التمرين لو التبرعات دي مدفوعة الفقراء الحي ركز معايا فقراء الحي أحزاب سياسية مساكين الحي ضحايا الزلزال ملناش دعوة بالكلام ده كله وباخذ رقم بتاع التبرعات دي بضفها في قلب الكشف تاني تضاف إلى الربح تبرعات لفقراء الحي تبرعات لمساكين الحي لأحزاب سياسية لأي حاجة مثلا ضحايا زلزال ضحايا أي حاجة حوادث ملناش دعوة بيها طب لو التبرعات دي مدفوعة الجمعية خيرية مصرية مشهرة جمعية خيرية مصرية مشهرة التبرعات المدفوعة الجمعية خيرية مصرية مشهرة تضاف مؤقتا تضاف إيه تحطها مؤقتا عشان خاطر إحنا بنخصمها مع كائب التمرين ويفضل أو مهم جدا إنها تكون داخل مصر ما هبصوا بقى عشان برضو تفرقوا ما بين سؤال والتاني يعني أنا في ضريبة المهن الحرة لما أجأ أقول لك جزء مثلا مدفوع داخل مصر أو خارج مصر ما فيش تأثير يعني أنا مثلا حصلت إراد مثلا دكتور والدكتور ده بيعمل عملية جراحية برا مصر زي اللي بيعملها جوة مصر بيتحطت بيخضع للإراد ده ده في تمرين لإيه المهن الحرة إحنا دلوقتي بنتكلم على الأشخاص الاعتبارية لو أنت تبرعات تبرعت بيها خارج مصر ليس لنا علاقة بيها مناش دعوة إحنا لدينا اللي موجود داخل مصر حسب نص القانون المقرر علينا وحسب الكتاب المدرسة طيب اتنين بقى التبرعات لجماعية خارج مشهرة بنحط رقم بتاعها تبرعات لأي جاة حكومية أو مستشفى حكومية لا تأثير لا تتضاف ولا تتخصن ركز تبرعات للفقرة تتضاف أو مساكين الحي أو أحزاب سياسية تبرعات لجماعية خارج مشهرة تضاف مؤقتا تبرعات لأي جاة حكومية مثلا أو أي مستشفى إذا كانت أصر عيني إذا كانت مثلا مستشفى الأورام أي مستشفى أو أي جاة حكومية طالما خضع جاة حكومية لا تخضع للضريبة لا تأثير يعني بتحط قدامها شرط تعالوا كده نركز مع بعض في التمرين ونشوف التبرعات تبدأ تحلالها زي في قلب التمرين بتاعك عشان الخطوات الخطوة الأولانية ركز كده على الأربعة دول في قراءة الحي الثمانية جامعية خيرية مستشفى الأصر العيني تبرعات مدفوعة لإحدى الجهات هجع على التمرين وهرجع تاني على التمرين لقبله طيب بيقول لي إيه بقى صف ربح المحاسبي 600 ألف شايفي الخنة يضاف يخصم سبب التعديلات صف ربح المحاسبي من وقع قيمة الدخل تبرع لفقراء الحي غير معطلب ديها كتكلفة تضاف لربح التبرعات لفقراء الحي تيجي تاخد رقمها وتحطها في كلمة يضاف تبرعات لإحدى الجامعات الخيرية المصرية المشهرة معترب بها في حدود 10 على 110 وذلك تضاف مؤقتا أما تبرعات المستشفى الأصر العيني معترب بها ويسمح بها خصمها زي تبرعات عشان دي حكومة لا تضاف ولا تتخسم أما تبرعات الأحل الأحزاب السياسية غير معترب بها لأنها جمعية لأنها غير جمعية أو لا تعتبر جمعية خيرية ولا جاية حكومية يبقى أنا بحط رقمها على طول عشان ده حزب سياسي طيب أرجع للتمرين برضو بسرعة كده اتنين تأمين منها تأمين نور ومية والباقي تأمين سنوي على المبنى أقصاد تأمينات اجتماعية حيثت لعملين في التأمينات اجتماعية غرام التأخير عن تسديد أو سادات ضريبة المستحقة لحظوا كده أنا هاخد الأجزاء دي كلها أروصها في قلب التمرين وأبدأ أفكر هي دي بتضاف ولا ما بتضافش أنتوا بتلاحظوا كده معايا بصوا كل البنود مش محتاجة صعوبة ولا حاجة يعني دلوقتي التبرعات خدتها قال لي في رقم واحد تبرعات في قراءة الحي خدتها تبرعات تبرعات لإحدى الجامعات الخيرية خدتها بزاود أنا بس من عندي الجزء بتاع يضافه لا يخصم أو معترف أو غير معترف تبرعات المستشفى الأصلعين يا جماعة التمرين أسهل مما يمكن باخد من قلب التمرين أروصها في قلب الجدول وابدأ أضيف أنا الجزء اللي أنا محتاجه يعني يسمح بخصمها أعرف بس أذاكر الزكاة دي تضاف ولا لا تضاف مش أقول أي كلام مخلص أنا بنلاحظ أن في بعض الناس بتقول حاجات غريبة على السؤال ده يعني بالأخص لأن لازم أنا مش أحفظ العيل أقول له أول ما تشوف تبرعاتي بقى تحطها لا التبرعات لها كذا حاجة وكل كلمة لها فكرة غير التانية فأنا بنصح الطلبة أن إحنا مثلا لما نتابع تابع قناة مصر التعليمية هنا أن إحنا نحاول على ألفاظنا أو على كل لفظ وعلى أي كلمة بتتقال خاصة في السؤال ده ممكن أضيع مستقبل بنت وأضيع منها درجة بسبب أن هي مش مركزة في الكلمة فبرضو أنا بناشد إخواتي الزملاء أن لازم يعني نتحرى موضوع الألفاظ وموضوع الكلمة دي بيقصد بها إيه أنا بجيب التمرين كله أرسه زي ما أنا قلت لكم قدامكم دلوقتي أحط كل بنده قدامه وببدأ أفكر من خلال مذاكرتي هل التبارعات دي قال مستر قال لنا التبارعات لجمعية خيرية تضاف مؤقتا طب أنا جيت قلت لك تبارعات لجمعية خيرية مشهرة وجيت قلت لك بعدها خارج مصر طب أنا كده هضيفها مش هحط كلمة مؤقتة يبقى أنا ممكن أضيع برقم تمرين أضيع فيه أرقام كتير فلازم نركز في الألفاظ يعني أنا مش عايز حد يجي يقول أي حاجة وخلاص أو كلام يتقل وخلاص كده للطلبة أو حد مثلا يسمع شرح مش فيه برضو كل حاجة مركزة أو فيها كل حاجة أريها كويس أو فاهم دي معناها إيه ويبقى في الآخر البنت بتركز في كلام اللي بتقل بتقل لها نلاحظ كده كلنا مع بعض معلش إخوات الزملاء إن كل حاجة بتتقال لازم يكون بتركيز شوية عشان خاطر يبقى الثامنين نطلع كله أرقام كويسة يبقى الثامنين نطلع مثلا فيه أفكار والحاجات وخصوصا درس الأشخاص الاعتبارية من الدروس المهمة جدا واللي فيها بعض الأفكار نقراها كويس الأول مش عايب إن إحنا نقرأ الحاجة قبل ما نشرحها مش عايب إن إحنا نذكرها قبل ما نشرحها عشان خاطر يبقى المعلومة وصلة صح مش المفروض دلوقتي عندي إن أنا بجيب التمرين واشرحه خلاص أقول أول ما تلقى التمرين نرص بأرقام لا 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 كل واحدة من دول لها فكرة ولها تركيز شوية طيب نشوف مع بعض كده التمرين بتاعنا بيتقال إيه اتنين تأمين نور ومياه رقم اتنين بقى بصوا كده معي اتنين أهو تأمين نور ومياه وتليفون مسترد بص يا جماعة بالنسبة للتأمينات تأمين مسترد لا يعترف بيه كتكلفة لذلك يضاف التأمين نور ومياه عندي باربع تلاف تأمين نور ومياه طب أنا حطيت رقم ليه هو أنت لما تأمن عن نور والمياه والكهرباء لازم تحط رقم بتاعها هيسترد لckeيز تاني تأمين نور ومياه تأمين إيجار محل التأمينات كلها اللي أنت هتأخذها تاني تأمين عداد مياه ونور وكهرباء دي تعتبر هتأخذها تاني والإيجار فيعتبر طالما أنا هاخدها لازم أحط رقم بتاعها تأمين سنة وعلى مبنى الشركة معترف به بس بدأ بدأ 1 سبع يا جماعة أنا بحاسب بالسنة حضرتك ما تدفع ليش سنة وتبدأ تدفع يوم 1 سبع اللي يخصني السنة دي يعتبر بالزبط هيبقى كام هيبقى 6 شهور فهو كاتب 10 تلاف نقص 4 اللي تبقى 6 الباقي 6 تلاف اللي يخصني 6 شهور في 12 يعني يخصني 3 تلاف حضرتك كاتب تأمين سنة و6 تلاف وانا اللي المفروض يتخسم 3 بس يبقى أنت مزود 3 كل حاجة أنا مزودها على الكشف بتاعي بضفها لليه ربح بتاعي ده بيتضاف 3 تلاف خاني تضاف يبقى الممول من واجبه ان هو يراجع على صاحب المنشأة طبعا مأموره الضريب يراجع على الممول صاحب المنشأة عشان يعرف ايه اللي بيضيفه و اللي بيخصمه اقصاد تأمينات اجتماعية على العاملين ما ينفعش العاملين بيدفع اقصاد تأمين وانا احسبها من ضمن مصرفات الشركة فما ينفعش في العشر تلافة الضعف تعالوا على التامرين الثاني عفوا غرام التأخير لعدم سداد الضريبة المستحقة غير معترف بها انا دلوقتي اتأخرت في سداد الضريبة يبقى يعتبر بالنسبة لنا ما ينفعش معايا رسوم جملكية على غير مؤادة بالمستندات قلت اتحط رقمها الزيادة في مخصصات المعاشات دي ما تزيتش عن 20% من اجمال المرتبات يبقى الشروط المطلوبة 60 ألف المرتبات بتاعتنا 200 في 20% باربين طب الراجل كاتب 60 ده ينفع يبقى 60 نقص 40 يدينا كام 20 اقصاد تأمين على الحياة القانون بيقول لي ما تزيتش عن 3-3 ما تزيتش عن كام ألف طب هو كاتبها ده واخد ألفين الشريك ألف والشريك بيه تلاتة مجموعهم خمسة يبقى هو مزود ألفين غرام التأخير عدم توريد بضاعة دي الغرامة الوحيدة اللي تعتبر لا تأثير لا تضف ولا تخصم ده غرام التأخير توريد بضاعة فقلت يخصم تبارات الجماعية خارية مشهرة دهني صف ربح جماعتي يضاف 688 ألف والتبارات الجماعية خارية مشهرة همسك الـ 688 ألف فضربهم في عشرة على مية وعشرة هيديني 2 وستين ألف خمسمية خمسة وربعين وهو فوق كاتبها 12 فباخد إلى أقل يدينا 676 بكده عزائي طلب الطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة خلصنا المنهج بتاعنا في الحلقة التانية على قناتكم ميزة قناة مصر التعليمية وعايز تركيط شوية قوي عشان خاطر الفترة اللي جاية دي القصيارة قبل امتحان الدور التاني عشان ربنا يوفقكم وتحله كويس وتركزه في المعلومات اللي قلناها ونتمنى من ربنا إن شاء الله نكون نوفينا كل الأفكار الخاصة بالمنهج وإن شاء الله انتظرونا في مراجعة ليلة امتحان مع محاسبة الضرائب طبعا من المحاسبات المهمة برضو المتجددة قلتلكم ده إنو متعتمد على الفهم تحاول تمرر نفسك تحاول تجيب ألم وقراسة وتبدأ تحلي من تمرين كتاب المدرسة ومتحانات سابقة وربنا يوفقكم كان معكم أستاذ محسن الشريف معلم محاسبة بوزارة التربية والتعليم مع تمانيات لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته